رفض ما يطلق عليه صفقة القرن أو خطة السلام الأمريكية والمطالبة بقطع العلاقات العربية والإسلامية مع الكيان الإسرائيلي وإسقاط اتفاقية الغاز ومقاومة التطبيع كانت أبرز مطالب المشاركين في المسيرة التي دعت لها اللجنة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني في العاصمة الأردنية عمان إلغاء اتفاقية الغاز محاسبة كل من وضعيته ونفذ وساهم في هذه الاتفاقية وتحويله للمحاكمة والمسألة الخطوة الأولى لمواجهة صفقة القرن تبدأ بإلغاء هذه الاتفاقية التي ترهن أهم قطاع استراتيجي وطني وهو قطاع الطاقة بيد العدو الصهيوني وهي خطوة على طريق إنهاء كل أشكال العلاقات مع هذا الكيان الغاصب المحتل كبارا صغارا ومن مختلف التوجهات اتفقوا على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الإسرائيلي ودعم مطلبه العادل في إقامة دولته على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس اتفاقية تنهي القضية الفلسطينية تنهي حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم لديارهم وبنفس الوقت بتصادر غالبية أراضي دولة فلسطيني اللي إحنا كلنا بنطمح إننا نبنيها ونعود لأراضينا ونحقق سيادة فلسطين والقدس عاصمة إلها ضد صفقة القرن نحن كأردنيين خلق قيادتنا والشعب كله إيد وحدة ضد أي تقسيم ضد بيع فلسطين ضد أي قرار يكون غصبا عن الأردن المشاركون أكدوا على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني ووقف التنسيق الأمني وفك الارتباط مع الاقتصاد الإسرائيلي وتوحيد النضال الفلسطيني على برنامج وطني كسبيل وحيد لتحرير فلسطين لذا وقع المشاركون على عريضة بمطالبهم إلى أصحاب القرار جمع من مختلف أصياف المجتمع الأردني والفئات العمرية شاركت في المسيرة الرافضة لصفقة القرن والمطالبة بإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصيوني ليثبت الأردنيون على الدوام وقوفهم إلى جانب أشقائهم الفلسطينيين في مطالبهم العادلة دعم الكردي خلاة الغد عمان ترجمة نانسي قنقر